بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن ال Hard Disk Partitions Hard Disk Partitions أقسام القرص الصلب هي عملية تقسيم القرص الصلب الواحد إلى أجزاء كل جزء سوف يكون مستقل عن الجزء الآخر بشكل Logical رغم موجود هذه الأجزاء معا في قرص الصلب واحد يعني نستطيع نشبهها بأن أنا أخذ القرص الصلب الواحد الهاردوير أقسمه إلى أكثر من قرص الصلب وكل جزء رح يعمل بشكل مستقل السؤال هنا لماذا نحتاج إلى تقسيم القرص الصلب إلى أقسام الجواب هو أن ذلك يقدم لنا عدد من المزايا مثل حماية الملفات وذلك من خلال أن تقسيم القرص الصلب مثلا إلى قسمين السي والدي السي رح يتم فيه تنزين نظام تشغيل الويندوز والدي رح يتم فيه وضع الملفات وبالتالي لو حدث ضرر وتلف لنظام التشغيل مما سوف يدفعنا إلى إعادة تنزيل الويندوز وقبلها رح نقوم بعمل فورمات للسي فلو كان هناك ملفات في السي فسوف نخسرها بينما عندما نحفظها في برتشن آخر مثل الدي وهو الذي لا يحتوي على نظام التشغيل وبالتالي لن نقوم بعمل فورمات للدي مما يعني عدم خسارتنا للملفات الخاصة بنا عند انهيار أو حصول مشكلة في الويندوز بحيث رح ننزل رح نفرمت السي ورح ننزل عليه نظام التشغيل الويندوز وبعد ما ننزل عليه رح ندخل على الدي فنجد ملفاتنا موجودة ما حصل فيها أي مشكلة كذلك من الممكن عند وجود أكثر من برتشن أن نقوم بتنزيل أكثر من نظام التشغيل على جهاز كمبيوتر واحد مثلا نقوم بتنزيل نظام التشغيل ويندوز في البرتشن سي ونظام لينكس في البرتشن دي وأثناء تشغيل الجهاز رح يعطينا خيار لنختار نظام التشغيل الذي نريد تشغيله هل هو الويندوز ولا لينكس ونختار كذلك من الممكن إنشاء برتشن وجعله مخفي وذلك في حال كان يوجد أكثر من مستخدم للجهاز ولدينا مجموعة من الملفات ونريد إخفاءها كذلك أنظمة تشغيل ويندوز الحديثة تقوم بعمل برتشن يطلق عليه ريكافري برتشن وهو يحتوي على نسخة نظام التشغيل وذلك للاستعانة به عند حصول تلف لنظام التشغيل كذلك عملية تقسيم القرص الصلب تجعل منه أسرع وذلك لأنك تجعل القرص الصلب يقرأ ويبحث ضمن مساحة أصغر من كامل مساحة القرص الصلب تذكر أن البرتشن في القرص الصلب هي مجموعة من الأقسام في داخل قرص صلب واحد هذا القرص لو حصل فيه تلف فيزيائي كهاردوير عندها جميع البرتشن الموجودة في القرص الصلب سوف نخسرها مع الملفات الموجودة فيها كذلك مثل ما بيتم استخدام البرتشن لتجزيئة القرص الصلب نستطيع أيضا استخدام البرتشن لضم مجموعة من الأقراص الصلبة لكي تصبح قسم من القرص الصلب بواحد بشكل لوجيكل يعني بالإضافة لأن البرتشن ممكن تساعدني مثل ما أقسم الهاردسك الواحد إلى أجزاء أن أقوم بجمع مجموعة من الأقراص الصلبة قرصين فما فوق لكي يعملوا كقرص صلب واحد ضمن برتشن واحد مثلا البرتشن سي أجمع فيه عدد اثنين أقراص صلبة كمثال إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مشهد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر